بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معايا اليوم في مطبخكم مطبخ الأمل نقدم ونوجد مع بعضيتنا وجبة غداء سريعة تحضير اقتصادية صيفية نتمنى أنكم نجربوها من الإعجاب ديالكم إذن الطبق ديال اليوم عبارة عن فخيضات في الفرن كذلك عصر اقتصادي سريع تحضير بالموجود كان وجدوه وصلاة سريعة ولديدة ومغدية نتمنى أنكم تفرجوا في الفيديو حتى الآخر وإن الإعجاب ديالكم إذن على بركة الله بالنسبة للفخيضات اللي غادي يكونوا في الطبق الرئيسي أنا بالنسبة لي هنا استعملت فخيضات زولت ليهم الجلدة يمكن لكم تخدموا فخيضات بالجلدة ديالهم كيبقى لكم الاختيار ومطابعة الحل العدد الفخيضات اللي حسابيس عدد أفراد الأسرة ومطابعة الحل كل واحد و الإمكانيات دياله إذن بالنسبة للشرمولا قدرت هنا يا شوية ديال البزار حبوب مطحون شوية ديال تحميره شوية ديال خرقوم شوية ديال سكنجبير شوية الربيع وراستيال تومة محكوك سوف يخلطون مع بعضياتهم مع شوية ديال زيت العود و شوية ديال الماء وبنسبة للفخيضات من اللي قسمتها تشرموا لي على جوج نضرت النصف ديالها للفخيضات وضفت ليهم قطارات من عصيرة الحامض أو الخل ويمكن ليكم تضيفوا حتى المطارد حتى وراكي يجيبنين فيهم بالنسبة لي أنا ما استعملتوش لأنه ما كانش متوفر عندي إذن غادي نشرم لهم عفوان ونخليهم جانبا باش يشربوا لي الشرمولة ونمروا باش نوجدوا الخضر اللي غادي ترافق لي هات الفخيضات ديال الجاج إذن بالنسبة للخضر اللي غا ترافق أي خضر متوفرة عندكم يمكن لكم تطيفوا على هات الخضر اللي عندي ويمكن لكم تستغنوا على شي حاجة منها كيبقى لكم الاختيار طبق صحي ولاديد وسريع التحضير إذن بالنسبة لي غادي نقطع الخضراء كما كتشوفوا دوائر بالنسبة للشرمولة اللي احتفت بها أنا غادي نخلط مزيان هات الخضر بالنسبة لي درت البطاطا والكرجيتس أو القرعاء الخضراء يمكن لكم تديروا حتى بودنجال يمكن لكم تديروا أي نوع ديال الخضراء كتبغيوها إنما لي كتشرملوا كتدخل الفرراء كتجيبنينها إذا نخلطها مزيان ضروري يعني كل حبة من الخضراء غادي تاخد حقها من الشرمولة وبالنسبة للملح أضفت شوية لإنه أضفت في اللول غير شويش القليل إلي حسابيت الفخيضات صفيف اللمون اللي كان دخله الفرراء بالنسبة للبصلة نقطعتها كاية طول هذا شكل طولي وكذلك المطيشاتها هي قطعتها على شكل طولي باش نفرشهم يمكن لكم تقطع وكتما دوائر كيبقى لكم الإختيار وصافي غادي نخوي البطاطا والقرعة يعني أي الخضراء اللي استعملته كنفرشها هكاية يعني سريع على هالطبق كيجي لديد طبق صيفي صحي بامتياز صفي كنستفوهم وكنديرو دوكل فخيضات جونا كنستفوهم فوقهم كيجي طبق لديد كيفما سبق لتكر طبق رئيسي طبق الحل ضروري ترفقوه بشي حاجة أخرى شلاده اني كيبقى لكم الاختيام طبق الحل الطبق المغربية غنية ومتنوعة صفي بالنسبة ليا نستفت هنا لدينا الفخيضات الزجز لا يحتاج نضيفها لاني نستطيع تعمل الوركي بما سبق لي ذكرت سوف نغطي المول ديالي بورق الزبدة يمكن لكم دروا ورق الزبدة عندما نديرو من فوقه بابي أليمنيوم أو ورق الأليمنيوم من الأحسن لا تديروش ورق الأليمنيوم مباشرة على الأكل ديالكم سوف على هذا الشكل سوف نوجده ونضعه جانبين وقت قريب وقت الغداء أو وقت الماكلارة في ساعة يوجد كتدخلوا الفران كتدخلوا العفية من فوقه من تحت في ساعة يوجد في هذه الأثناء اللي غدين ندخلوه الفران غدين نمر باش نوجد لاني اللي غدين يرفق لي هات الطباق بالنسبة للعاصير في إطار نوجبة اقتصادية غدين نخدمه فقط بحبة ديلة البرتقال أو الليمون وحبة ديلة الحامض يعني اقتصادي وأكيد غدين يعجبكم لأنه كيجيمون نعيش وسريع تحتاجوا يعني ما ديش تحتاجوا أنكم تعصروا الحامض أو الليمون إنك فيما كتشوفوا معايا غدين نزول لهم القشرة والقشرة البيضة هي ضروري سنحيدوها وكننقطعوهم شرائح باش يبانو لنا إلا كين فيهم شي عدم ضروري سننزولوه وحتى ذاك القلب ذاك الخيط البيض اللي تكون في الداخل اللي تكون في الداخل إلا كنغليط حيدوه إذا من بعد ما قطعتهم على هذا الشكل كندرهم في الكأس الخلاط الكهربائي مع شوية دي الماء كنطحنهم مزيان 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 وكنصفيهم باش نتحصلوا على هذا الخالط كيف ما كتشوفوا هذا رام صفي إذا بالنسبة للفواكه اللي غدين ندير فيه الموجود كيف ما أي نوع عندكم ديال ولو فاكهة واحدة حتى لما كانت ممكن لكم تتلقوا فقط شوية ديال خيزو أو الجزر وطحنوه إذا بالنسبة لي أنا توفر عندي شوية ديال الفواكه اللي عندي شوية البرقوق وشوية ديال الخوخ وشيشة ديال هاداك النوع ديال الخوخ الديد صراحة كان أول مرة غدين نشري مولفاك نشري داك الخوخ اللي مولفينه كاملين حتى عندهم ضاق زوين سوف ندير الفواكه جاولي كلهم قطعهم مرصويات صغار ونضيفهم العصير اللي لا يريد السكر يمكنه كثافي فقط بالحلاوة ديال الفواكه واللي يريد حلاوة يمكنه يضيف السكر مطابعة الحال كتبقى على حسابية الضوغ بالنسبة لي نرافق هالطبق ديال الخيضة ديال الجاج بالمخمار ناشف كما تشوفوه ان شاء الله نشاركو معاكم في فيديو مقبل ان شاء الله كي يجي رائع محلول كما تشوفو من الداخل خاوي ان شاء الله نشاركو معاكم بالنسبة لي رافقت هالطبق ديال في خيطة ديال الجاج كما تشوفوه لقد اضع الخضراء كجي رائع سريع سلقت البطاطا وقطعتها مربعات كما تشوفوه وصلقت الروز مع جلبانة مع بعضياتهم خلط شوية المايز مع الروز وجلبانة وضفت ليهم شوية المايونيز اللي سبق لي شاركتوا معاكم مايونيز سريع تحضير بدون بايت خليكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف ورافقتوا مع شوية ديال الخاص وبصلى هكا يشارة احتوالين وفرشت ليهم الخاص من طبيع الحال يعني سبق لكم الاختيار كذلك ضفت شوية ديال الجازر حكيتوا دائما الجازر كان فضله في السلاد يكون خضر حكيتوا في الحكاكة الرقيقة وضفتوا هكا زوقت فيه لسلاد جليجة رائعة منعشة وسريعة التحضير نتمنى انكم نجربوها بهذه الطريقة سوى درتوهم في الطبق فرضية او لا طبق عائلي كي يبقى لكم الاختيار من طبيعة الحال وصفي هذه وجبة الغداء ديالتنا كيفما تشوفوا الفخيطة يطيبوا بحلم شويين بها الطريقة نتمنى انكم نجربوهم فعلا وجبة اقتصادية وصحية وسريعة التحضير نتمنى انكم نجربوهم بهذه الطريقة وينالوا الاعجاب ديالكم وهذا العاصر ديالنا كيفما تشوفوا من بعد ما برد يجي رائع كيمية لبأسة بالموجود يجي خاتر والديد من طبيعة الحال انتم تحكموا في السماكة ديالتو يعني كتضيفوا المالح سبيت واشبغته خاتر او لا خفيف نتمنى انكم تجربوه هات الوجبة وانتمنى انها هاتنا الاعجاب ديالتكم ودمنكم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا موسيقى